اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كانت ايه القصة؟ هليه انت كنت اقصد ده من الناس كاب تقوله؟ ده كابتا مفيش حد بيقصد ان يقز واحد في اكل عيشه نعم هو كل القصة انت عارف طبعا مختاره ولعبت جنبه طبعا بيحب يوطف الارض وهو بيجري فهو بيجري وأنا وراه وفجأة راح داخل ناحية اللي مين غير اتجاهه وهو بيغير اتجاهه كنت انا سحابته الكورة اه اما سحابته الكورة هو كان بيجري برجله عندنا اللقطة دي لو سمحته لو موجودة نحطها جماعة وهو بيجري كنت انا سحابته الكورة من وراه فهو لف اه اما لف على جسمه بقى لف على رجبته وقع في الارض اه الكورة متحسبتش اسسا فاول اه يعني نفس الكورة ايو 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 انا فاك لما انا سحبته الكورة متحسبتش فاول بس هو بقى وهو كمان قال قال ما قال عندنا هنا في الحلقة اه انا مش ممكن اقزل العييه بس هو بقى ربنا يكرمه فيه مدرب في نادي الاهلي اللي هدعل ذكر اسمه اه قابلني في المطار مطار القاهرة مطار القاهرة اه كان فرقة الاهلي مسافرة واحنا كانوا جايين كنا جايين راجعين من افرك نعم فقال لي يعني سامحني انا قلت ان انت ضربت مختار متعمد عشان توسع السكة لزميلك رضوان في المنتخة ليه الدرجات دي انا عملت كده ليه الدرجات دي اما رجعت يا كابتن بقى لقيت الدنيا مقلوبة اه مقلوبة سعيد الشين اللي بط المختار سعيد الشين اللي بط المان سعيد الشين اللي بط المان انا جاي بعد اكتوبر بروح دخل ع شارع الجبلية اه وبروح لفف من وراه نادي الاهلي وبطلع كبره اكتوبر تاني اه عشان تنزل على اله انزل على النادي المقولين بقى وكامبل كبره اكتوبر نعم فدقال ليه طريقة كده ايو ايو كان الاهلي يومها تقريبا لما كسب اسماعيلي مم كن محمد رمضان وشلو العربية ايو 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 انا معدي حظ بقى بعد ما بطلت بقى خلاص بقى اه ده موقف يعني بتاع موقف ايو اه بعد ما بطلت وانا ماشي عديت على في ستة كده بتبيع جريت اه خدت منها جريت اللي هو كان الاخبار اه حطتوا في العربية قلتوا بقى وانا راجع اقراه وانا ماشي من عندنادي الاهلي كان الاهلي عنده تقريبا تراي ماتش وحيلعب الزمالك جماهير الاهلي كلها بقى طبعا كان موجودة وانا لما وصلت نادي الاهلي من الباب اللي ورى من ناحية البحر اه البحر ولا الريحة التانية لا لا عند المعلمين يطلع على النيل اه الباب اللي ورى اي مش المدخل بتاع الجبلية بقى لا المدخل التاني اللي هو اللي بتاع المعلمين اه اي وعند المعلمين اه الجمهورة طالها يا جابت شاف اينك ما تشوف الله النور بقى حصل ايه لا اما حصلش لو بس واحد قال دا سعيشي نوع كنت تشوف الله العربية انا بقول لك كابت بقى كنت عايشين له بقى العربية كده وعنيل على طول ربنا الهمني اه لمن عندي ربنا بقى جبت الجورنال اخبار حتحطه على دماغي اه وطيت بقيت ايه دماغي يا دوبك شايفة بس اه خدت عشر دقايق على ما طلعت من الحتة دي حوالي عشرة متر خدتهم في عشرة دا وربنا كرمني وعدت طيب قابلت مختار الزاية يا كابتن قابلت كتير وكان معايا في الدورة المدربين وكل حاج ومورات اعتزال ومورات الاعتزال بقى انا رحت مورات اعتزال قاله بقى لو رحت الجمور حيموتك صممت انك تروح صممت اروح كنت اخد لهدية اه انت اللي رحت ولا هو اللي دعاك ما نحنا كنا وقتها كنا في الدورة يعني هو اللي قالك هزتي يماتش قلت له انا عايز ااجي ماتش اعتزالك عشان يعني نشيل الاحتقان اه الاحتقان بنا وبن بعض قال لي خلاص رحت رايح طبعا ما قدرش انزل على طول كده حيشوفوني فجأة لا المهم المزيع قالك سعيد الشيني جاي قعدت بقى اخدت شوات شتيمة كده قبل منزل وبعدين رح واخدني في ايدي وقى شيشيني يا باطل شيشيني يعني لا بطالة شخصية جميلة طبعا طبعا لا محترم اه انا بماتش اعتزالي بقى خدتوا معي اه ردتها يعني ردتها اه وانت اعرف في الدماغ في الدماغ ترجمة نانسي قنقر